طيب انت شايف التشكيل المناسب لأمورات العودة يكون ايه؟ خلينا نقول مثلا في حراس المرمى انا شايف بشكل ثابت هيبقى الشناوي عند الخط الظهر محمد هاني اعتقد ياسر ابراهيم هياخد دور مع محمد دابمنعم علي معلول مروان أليو ديانج ممكن امام عشور لو جاهز ممكن يبقى امام عشور لو جاهز هيبقى قدام حسلين الشحات ممكن هيبقى قدام كهرباء لو جهز لو خف من العضلة الضمة بيرستاو بيرستاو سأل سؤال وتقول لي بشكل واضح وصريح هل مازال الاهلي لديهم مشكلة في مركز المهاجم الصريح؟ المهاجم الصريح عنده ثلاث فراودة كهرباء وصالح محسن وموديست موديست انا شايف ان لسه مش جاهز يعني لازم بطريقة وباخرى يتم اعداده وتجهيزه بشكل شايف عنده ممكن يكون عنده كسور في حتة بدنية فبالتالي مش قادر احكم عليه الانهاردة نزل وقت يعني وقت بسيط لكن من خلال الدقايق اللي بيشترك فيها واضح ان هو مش جاه انما كهرباء وصالح محسن اعتقد انه في احتياج في يناير لازم في يناير في يناير طبعا ده بكش حاجة غير في يناير اعتقد الاهلي محتاج في يناير فيرود يكون دايناميك يكون بيتحرك وداخل في اللعب وبيشتغل مع الجماعية بتاعت اللعب يعني مش اللي هو افضل واقف مستني محطة والكرة تتعملي ويخدموا علي لا ده لازم يشترك ويخش جوه اللعب ويسقط وينزل ويلعب مع الناس ويطلع تاني طب ده معنان الاهلي عايز يجي المهاجم مصري مش شرط مصري ممكن اجنبي تحت السن؟ ممكن اه لا ليه فو السن؟ ما عندوش تاني خلاص ما وكده مكمل كلها حقيقي في يناير يعيد تقييم الليلة دي اه يعيد الموضوع مين اجانب في الهلي ممكن يمشو؟ انت اه انت عندك كم اجنبي في تاني؟ اه ماشي علي معلول ولا اليو ديانج ماشي علي معلول ولا اليو ديانج ولا ريدا سليم تلاتة اه مودست اه فاضل واحد تاني علي معلول وريدا سليم وليو ديانج و اه مودست هناك واحد اكيد كمان ما فيت خمسة الموضوعين عندك كريستو كمان ده تحت السن وعندك اه بس ده تحت السن بس بس حتى لو احنا النهار ده من هنا اليناير هتقيم الموضوع لو هيطلع حد ما يطلع يعني ممكن تطلع حد ممكن تطلع مودست مفيش مشكلة ماتطلع مودست ويجي افرو تاني اه انت ممكن تسين مودست في يناير؟ لو من هنا اليناير انت عندك بتتكلم في 11 و 12 كله يناير كمان نص ومسلا اقول فانت بتتكلم في شهرين ونص لان الراجل ده ملعبش اهو اساسا اتعاقني معاه سنة فلو استعدت لغاية يناير ومعملش حاجة وبالشكل ده هتسيبه لغاية سبعة بقى شهر السبعة والتمية او وطيفر يعني لغاية نهاية الدولة اه فانت بتقول انه مودست ممكن الشهرين دول تشوفه لو ما قدمش شيء خلاص انا راجل انا انا ذات نفسي كنت بشوفه السنة الموسم اللي فات ده الموسم اللي لسه خلصان فتاع دورتموند مع دورتموند كان حاجة تانية خالص غير اللي موجودة دلوقتي فواضح ان في حاجة في عدم انسجام عدم تأقلم على الاجواء عدم جاهزية بدنية يعني في حاجة انا معرفهاش لكن هو مع دورتموند لأ كان مهاجم كان مهاجم قوي مهاجم قوي جدا بس انت لاتي بتاني مفاجأة انا مجاتش ببالي اصلا ممكن الاهلي الاهلي استعانى عن مودست في يناير هو لو ما سبتش اه لأ قد انت طبع عندك حق انا بس ما سبتش بس انت هتمشي هتقدر تمشي في افريقيا بالشكل ده هتقدر تمشي في كاس عالم بالشكل ده هتقدر تمشي في الشكل اللي انا شايفه لازم الراجل يجهز الراجل ده بقى لو قديم على الفرقة شهرين تاري مجهز ليه يعني لو هو جالك وتعمله التحليل بتاعته وتعمله الاياسات بتاعته ولاقينا ان هو مش جاهز بدنيا ودلوقتي الحاجات دي سهلة جدا وبتتعامل باياسات سهلة جدا وبتتعامل بحاجات اجهزة تقدر تقولك اللي عيب ده جاهز بنسبة كذا والكلام ده كل فليه ما تعملهوش اعداد ما تعملهوش برنامج خاص به معمول برنامج ومعمول الشكل لسه اللي احنا شايفينه ان هو مش مش جاهز مش وقف على رجله والعيب طالما مش جاهز بدنيا مش هيقدر تطلع الفنيات اللي عنده مش هيقدر تطلع الفكر اللي عنده مش هيقدر تطلع المهارة اللي عنده لو اه مش بدنية مش جاهز. طيب. فين رأي يقولك انه احنا ليه شبطانين في مهاجم اوي كده. السنة اللي فاتت الاهلي بدون مهاجم. وبدون صلاح محسن حتى. كان فيه محمد شريف. كان فيه محمد شريف. وكهربا. اه. وشادي حسين ومكانش بيلعب شادي حسين. شادي حسين على فتراتها بس كانش بيلعب. لكن اللي كانوا بيشاركوا بشكل قوي محمد شريف وكهربا. تمام. والاهلي كسب كل البطولات. يعني الكهربا اه ومحمد شريف هنقول صلاح محسن كان محمد شري وفيه موضي استيقوائي. يعني لو قلنا لو قلنا لو احنا قسنا بالحتة دي. محمد شريف ما تخفلش انه كان هداف دوري قبلها بسنة. يعني مش المسلم اللي فات اللي قبله كان هداف دوري. فانت استيل برضو محمد شريف. لا كان اضافة السنة اللي فات. يعني كان بيخلص مرشات كتير جدا. بما فيهم اهلي زمالك. رغم انه وقتها كان فيه انتقادات كثيرة برضو على حكوم الاهلي. لا ما احنا مش عايزين نمشي ورن انتقادات. اه. لو هنوعد نقايم بين انتقادات. يع السنة اللي فاتت انا كنت شايف ان ماشيين كويس. لكن كنت بقول ان الاهلي محتاج فروت. اه. الاهلي محتاج فروت. والسنة دي بقول الاهلي محتاج فروت. لازم كانش مفوض يسير محمد شريف. اه. يعني انا وجهت نظري اذا ماشينا محمد شريف وجبنا صلاح محسن. فلازم صلاح محسن يكون بالمستوى اللي محمد شريف كان بيقدمه. صلاح لسه ما قدمش المستوى ده. يعني يعني ما تيجي تشوف معدلات شريف ومعدلات صلاح لقتلاقي معدلات شريف اعلى. طبع فالمفترض ان انت النهاردة طالما كولر طلب صلاح محسن يبقى يقدر يطلع منه زي محمد شريف صحيح لغاية دلوقتي ما فيش بس احنا لسه في بداية الموسم يعني الاهلي كل اللي لعبوا مباريتين في الدوري مشكلة الاهلي في بداية الموسم ده انه لقى نفسه بينافس على بطولة ولقى نفسه في نصف نهاية كاسموس خسر سوبر عنده سوبر افريكي داخل سوبر وداخل بطولة الدوري الافريكي فطبعا بدء الموسم سخني بدء الموسم بمنافس بطولات اه فاينالات يعني كل ده وهي دي كانت في حسابات الجهاز خلي بالك هو انا النهاردة الجهاز الفني لما بيجي هو ما بياخدش يعني مثلا الجهاز الفني مش هو قاعد النهاردة بصص على اسبوعين قدام صحيح لابي عنده كالندر فيه اربع خمس تشهر قدام يعني مثلا لما قاعده وشافه هندي روحة قد ايه ونرجع نلعب ودي قد ايه ونعمل معسكر في النمسا قد ايه عشان هنرجع على مشات عاملة ازاي فكل ده بيبقى محسوب صحيح صحيح فتبش المفهود انك تبقى متفاجئ يعني احنا نفاجئ احنا احنا نقول بس الامور صعبة لكن انت كمدر لا انت مش متفاجئ انت عندك الكالندر وعارف ان انت هتخش على دوري افريقي فيه 8 فرق من اقوى فرق في افريقيا ابطال بلادهم وبالتالي المتشاطة تبقى قوية اشتركوا في القناة